السائل يقول هل يجوز اقتناء التماثيل التي على شكل حيوانات في المنزل بقصد الزينة؟ جاء في النصوص أنهي عن اقتناء الصور وذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ومن أعظم ما يسمى صورة هذه الأصنام والتماثيل التي توضع على شكل الحيوانات ولذلك فالوصية يا أخواني إبعاد هذه الأمور عن المنازل